صباح الخير على كل مشاهدينا ورحب بيكم في حلقة جديدة من برنامج أطباء مصر هنتكلم النهاردة عن علم التجميل والحقيقة أن علم وفن التجميل هو علم قديم جدا موجود منذ حوالي 4000 سنة يعني 2000 سنة قبل الميلاد والشيء المفرح والمبهب أن فن التجميل وعلم التجميل أول من بدأ فيه وأول من استخدم أدوات التجميل كان المصريين القدماء والعلماء وعثروا في مقابر المصريين القدماء على عطور وبخور ومراهم وأدوات كانت تستعمل في علم التجميل وأيضا الملكة كولوباترا خير دليل على ذلك حيث أن هذه المرأة كانت في غاية الجمال وكانت امرأة رائعة ويقال أنها أول من أمر باستخراج الكحل من المعادل وفي الحقيقة أن العلم التجميل شهد في الفترة الأخيرة تطور واسع جدا وشهد انتفاضة تكنولوجية كبيرة جدا حيث يعني حاليا في هذا العصر أن بيكون في حلول فورية سريعة لمشاكل البشرة ولمشاكل الوجه ومشاكل التجميل ومشاكل زراعة الشعر خصوصا لأن زراعة الشعر من المشاكل اللي بتسبب أزمة جمالية للراجل وعند المرأة عند الراجل لأن الصلع مشكلة بيعمل مشاكل اجتماعية ومشاكل نفسية أما عند المرأة من رحمة ربنا أن الصلع صفة متنحية هي سائدة عند الرجل ومتنحية عند الأنسة ولو حبينا نبدأ النهاردة حلقتنا حول هذا الموضوع موضوع زراعة الشعر عايزين نعرفكم الأول طرق زراعة الشعر الحديثة وإيه أجد ما وصل إليه العلم في طرق زراعة الشعر البداية كانت في منتصف القرن الماضي كانت البداية بطريقة اسمها FUT Fliquial Unit Transmission والحقيقة أن الطريقة دي كانت مشكلتها أنها بتترك علامات في الدونر سيت اللي هي الأماكن اللي بناخد منها الشريحة هي عبارة بناخد شريحة من الجزء الخلفي للشعر وبننقله في المكان اللي عايزين نزرع فيه الشعر أو نزود فيه الشعر بعد كده تطور العلم وخرج طريقة حديثة وطريقة جميلة اسمها FUE Follicular Unit Extraction والحقيقة أن اللي كان له الفضل في الطريقة دي كان عالم استرالي كان دكتور ري وودز واخته دكتور أنجيلا كامبل الحقيقة أن هم اللي طوروا في الطريقة دي وظلت هذه الطريقة إلى يومنا هذا بتطور إلى أن وصل أن الجرح أو الندبات من المكان اللي باخد منه البصيلة أو الشعر اللي أنا هنقله من مكان لمكان لا يرى بالعين المجردة لأنه بيصل لحوالي مص ملة حول هذا الموضوع يسرني ويشرفني أن أستضيف صاحب العلم الوفير والغزير وصاحب المهارة الرائعة والساحرة الدكتور محمد محسن سليمان مدرس الأمراض الجلدية معهد الليزر جامعة الكاهرة دكتور محمد برحب حضرتك صباح الخير يا دكتور الحمد لله في البداية يا دكتور عايزين نعرف من حضرتك وعايزين نوضح للسادة المشاهدين علم زراعة الشعر طبعا علم زراعة الشعر هو علم يعني ابتدى عمليات زراعة الشعر من منتصف القرن الماضي منتصف القرن العشرين الموضوع الأول كانوا بناخد عدد معين بصالات الشعر خمسة وعشرين أو تلاتين بصيلة ونحاول ننقلهم بحيث أن احنا نزود الشعر في الأماكن اللي كانت فضية خالص وكان كله بيتعامل الرجال بس الحقيقة النتيجة كانت غير مرضية خالص لأنها كانت بتبقى عاملة زي شعر العروسة معارف شعر بربي كده اللي هو خصلة طلع أو حتة فضية أو خصلة طلع فكان شكلها بيبقى مش طبيعي خالص وده طبعا مش مع عملية التجميل أنا يهمي لما أعمل عملية التجميل يباني أنها طبيعية خالص محدش يعرف أنه هو ده شعر مزروع أو مش مزروع ده مش أوفر أن أهم حاجة أن أنا أكون أقرب حاجة للطبيعة طبعا طبعا جزء مهم جدا من نجاح عملية الزرع الشعر أنه ما تبانيش أنها صناعية تباني أنها طبيعية ومحدش يعرف أن الشعر ده مزروع يعني في 1980 أو في الحدود دي يبتدى يظهر الطريقة اللي هي القديمة دلوقتي بنسميها الطريقة القديمة اللي هي الـ FUT أنه هو ابتدى هنا ناخد شريحة أو نقص جزء من مؤخرة الرأس نقصه خالص وناخده بكل الشعر اللي فيه ونخيط الجلد بعدها وناخد الشعر ده نبتدي نزرعه في الأماكن اللي إحنا عايزين نزرع فيها أو الأماكن الخفيفة ده طبعا كان بيعمل كذا مشكلة أكتر مشكلة واضحة فيهم طبعا أنه كان بيعمل نتبة في مؤخرة الرأس نتبة كبيرة جدا النتبة دي ما كانتش متبان طول ما الشعر طويل بس لو الشخص ده قص شعره وقص الشعره النتبة دي بتبان على طول نعم ما كانتش مشكلة وحيدة أحيانا كمان أنه مع شد الجلد كان بيبتدي يغير في شوية ملامح الوش مكان الحاجب يتغير شوية وضع الودن يتغير شوية من شد الجلد زيادة فابتدنا في سنة 2004 ابتدى يطلع التقنية الجديدة اللي هي الـ FUE أو الفوليكلار جونت إكستراكش أن أنا ببتدي أستخرج بصائلة شعره كل بصائلة شعره على حدة وانقلها في الحالة دي أنا ما عملتش الشد الجامد وفي الحالة دي برضو الجروح اللي أنا بعملها الصغيرة قوي في مؤخرة الرأس ما تبقاش بينها لما بنقلها للمكان اللي أنا عايزه بيديني الشكل الطبيعي زي ما هو بس من غير ما يحصل المشاكل التانية بتاعة الشريحة أو أن أنا أقص حتة معينة من الجلد وأخيطها طبعا في الأول كان الموضوع الدامتر أو يعني القطر بتاع الأدوات اللي بنستخدمها كان كبير كان مثلا واحد ملي أو واحد واحد من عشرة ملي ده كان بيسيب جروح باينة شوية يسيب زي نقط كده في مؤخرة الرأس فمع تقدم الوقت ابتدى الحجم ده يصغر 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 لدرجة أن احنا اللي نقدر ناخد بصيلات الشعر بحاجات رفاعة جدا بحيث أنها ما تسيبش أي أسر خالص يعني تبقى عاملة زي نفس فكرة أن أنا لو مثلا إيه أخدت حقنة مكان شكة الحقنة هو بيسيب جرح صغير لمدة كام يوم ويخف ويختفي علامة خالص تماما طيب يا دكتور هي دي طريقة الاقتطاف صح؟ هي دي الطريقة المتشرة تجاريا باسم طريقة الاقتطاف صح هي دي اللي بنسميها طريقة اقتطاف البصيلة طيب يا دكتور فيه أنا المريض جالي دلوقتي عايز يعمل زراعة شعر تمام أول إجراء وأول خطوة وأول حاجة هقول له إيه؟ أول حاجة أول وأهم شيء في مريض زراعة الشعر هو اختيار المريض إنه لازم المريض ده يكون يعني مهيئ إنه يمشي في العملية دي الأهم حاجة أو أهم استعداد في الموضوع هو الاستعداد النفسي المريض لازم يكون هو اللي مقبل على عملية زراعة الشعر ما يكونش فيه حد تاني بيقول له اعمل الموضوع ده أو يزوء أظن الفترة دي كله مقبل أه طبعا هو فيه ناس كتير قوي مقبلة بس ده مهم جدا لازم يكون الشخص عنده استعداد وهو المتحمس إنه هو يدخل فيه ظلم هو تاني حاجة ودي بقى حاجة مهمة جدا جدا طب ده ياخدني النقطة آسف لمقاطع الكلام حضرتك إنه هو لو زي ما حضرتك بتقول مش هو اللي مقبل من نفسه ده ممكن يأثر علينا في خطة العلاج أو ممكن يفالير العملية مثلا ممكن يوصل حل الدرجة دي هو العملية نفسها ما بتفرقش بس برضه أنا لازم أفتكر أن أنا بعمل عملية تجميل أنا مش بعمل أنا مش بعالج مرض وعايز العين دي يخف أنا بعمل عملية تجميل وأهم حاجة عندي إنه في نهاية عملية تجميل هو يكون مبسوط داخليا نفسيا فلو هو مش مقبل على الموضوع أو هو مش متحمس له ممكن جدا العملية هتنجح بس هو النتيجة مش هيبقى رضياء لأنه هو أساسا ما كانش عايز يقبل عليه وده ياخدنا للنقطة التانية المهمة جدا وهو بنسميه في الرياليستيك اكسبيتيشنس أو التوقعات المنطقية لازم المريض يبقى عنده توقعات منطقية لله هيحصل ما ينفعش أن ييجي واحد أصلع بقاله كذا سنة وكل شعره وقع خلصه بتاعه بيقى متخيل إنه هو شعر وهيرجع زي ما كان عنده 12 ولا 14 سنة كامل تماما وكسيف لا هي عملية زراعة الشعر هي عملية علشان أحسن الشكل مش عشان أرجع الزمن ورجعه 100% زي مجان طبعا في بعض الناس بيرجع الشكل بيبقى شكله مقبول قوي بس الفكرة أنا هدفي من عملية زراعة الشعر مش إن أنا أرجع الشكل زي ما كان بالظبط لا هدف إن أنا أحسن الشكل أخلي الشخص ده شكله مش أصلع أخلي عنده شعر كسيف أخلي بشكله حيلو إنما مش شرط أرجعه زي ما كان بالظبط طيب فيس إنه معين يا دكتور؟ لزراعة الشعر ما بنفضلش نعمل زراعة الشعر قبل سن 18 سنة وبرضو يعني إنما ما فيش سن كبير يعني ما فيش سن بعديه بنقول لا ما ينفعش زراعة الشعر نعملنا زراعة الشعر لأشخاص قدر في السن 60 الحالة لازم توصل لفترة معينة أو لشكل معين يعني مثلا هو عنده لسه عنده مرة تساقط الشعر لسه بيتساقط طب أنا هزرع مثلا لأسئلة وجدانية أكيد بتدور في أزهان المشاهدين أنا هزرع ما هو لسه بيتساقط فهل لازم يوصل لليفل معين أو لمرحلة معينة علشان أقرر إن أنا أعمل له عملية زراعة الشعر لا هو الموضوع شقي الشقي الأول إن أنا في ناس كتير قوي بيقولوا طب ما أنا شعري دلوقتي بيقع طب أنا هستنى لغاية لما يقع خالص وبعد كده أبقاجي أزرع شعر ما هو ده صحيح بس لازم في الحالة دي أبقى متوقع إنه هو يحصل تغيير جزري في الشكل من ما فيش شعر خالص لزراعة شعر وشعر رجع طويلة أو في ناس بيجوا يقولوا لا أنا عايز ألحق الموضوع في الأول أنا شعر ابتدى يخف أو خف تقريبا مثلا ربعه عايز أزرع الربع ده وبحيث إنه هو لو خف بعد كده تاني أبقى أزرع جزء تاني المهم إن أنا عندي أنا ما بأقدمش على زراعة الشعر طول ما فيه تساقط شعر حد يعني لو فيه تساقط شعر جامد من أسبوع للتاني الشكل بيتغير أو من شهر للتاني الشكل بيتغير ما بزرعش في النقطة دي بدي علاجات علشان أثبت سقوط الشعر أول ما سقوط الشعر بيثبت بأعمل عملية زراعة الشعر عشان أرجع شكله طبيعي تاني ممكن بعد وده بيحصل مثلا بعد ثلاث أو أربع سنين يجي لي من مريض كنت زرعته قبل كده ويجي يقول لي والله إحنا بعد ما زرعنا بعد يعني إحنا زرعنا المنطقة الأمامية من الشعر وكان شكلي كويس قوي دلوقتي يبتدى المنطقة الخلفية تقع ما زرعناهاش فيقول لي والله إحنا عايزين بقى نكمل اللي إحنا عملناه ونزرع الجزء التاني فكده أنا أبقى خليته يقضي خمس أو ست سنين من حياته شعره كله موجود بدل ما أقوله استنى خمس سنين لغاية لما شعرك كله يقع وبعدين تعليل طيب معنا اتصال هاتفي السيدة دونيا من القيارة صباح الخير صباح النور صباح النور معاك دكتور محمد لو عندها رجع استفسار صباح الخير أنا أخوية شعره خشن أول ومايش ناعم طيب بس ده طبيعي الاستفسار إيه الاستفسار إيه ماو ده طبيعي في ناس شعرون خشن هو خشن هو صغير كنناعم وهو صغير كنناعم وتغير أو لبتبر بقى بقى خشن طيب أنا يعني هل انت استفسارك عايزة مثلا حاجة نرجع شعره ناعم تاني ولا استفسارك عن إيه يا دونيا أو عاوزة حاجة تعمل شعر وتخلين إيه طيب ماشي شكرا شكرا لأستاذ دونيا موضوع إنه يكون الشعر ناعم في فترة من الحياة ويقلب بعد كده خشن ده طبعا بيحصل وبيقرق ناس كتير جدا وعادة بيقرق الأهل أكتر ما بيقرق الشخص نفسه يعني الأهل نفسهم هم اللي بيقرق الأم بالذات تبقى مدهي أولوك كان شعره حلو جميل أو البنت كان شعرها ناعم ودلوقتي بقى خشن فجأة ده بيحصل بيحصل عند بعض الناس وبيحصل في مراحل معينة أو في مراحل مختلفة لأنه مراحل النمو كتير قوي في مراحل النمو عند سن 3 سنين في مراحل زيادة في الطول أو النمو عند سن 7 أو 8 سنين وبعد كده في مراحل البلوغ المختلفة اللي بتبتدي من سن 10 سنين ونت استمر لغاية سن 18 أو 19 كل المراحل دي ممكن الشعر التكتشر بتاعته أو الملمس بتاعته يتغير ممكن يكون كان ناعم ويبقى خشن وأحيانا أنه بلاقي أن في خصلة واحدة هي اللي كانت ناعمة وبقت قلبة خشنة دي ورضو بنشوفها كتير ما نقدرش نعمل أوي حاجة في الموضوع ده غير أن احنا نعالج الشكل الخارجي إنما أنا مش هقدر أغير في الجينات ولا في الكاركتر بتاع الشعر بتاع المريض إنما طبعا لو هو شعر وخشن في حاجات كتير ممكن تتعمل أولا فيه كريمات وحاجات مرطبة ممكن تكتير تتحط على الشعر بحيث إنه هو ينعمه يعني فيه كذا حاجة بالنسبة للعادة بالنسبة للولاد الموضوع ده ما بيقرقهمش قوي بالنسبة للبنات طبعا الموضوع بيقرقهم أكتر وفي الحالة دي بقى ممكن نستخدم حاجات كتير منها مثلا الحرارة زي السشوار أو المكوى لفرد الشعر أو الحاجات دي وممكن برضه نستخدم الكيمويات بتاعة فرد الشعر اللي هي معروفة دلوقتي معروفة يعني في السوق بحاجات زي بيسموها كيراتين أو بروتين أو الحاجات دي كلها ده كل ده بيتعامل الشعر دي طرق لفرد الشعر عشان تخلي نعمه طيب معنا اتصالها تيفي وصي زي رحمة من القهيرة صباح الخير عدو صباح النور صباح النور صباح الخير يا رحمة اتفضل يا زي رحمة شعرك بيتقصف وما بيتولش شعرك بيتقصف وما بيتولش طيب بصيا رحمة الشعر اللي بيتقصف وما بيتولش ده المشكلة الاساسية إن انت بتعاملي شعرك بعنف ايه المشكلة الاساسية إن انت بتعاملي شعرك بعنف أو بتعامليه مش بحنية نعم بحط عليه زيت نعم بحط عليه زيت طيب بلاش بس نقول بلاش نقول منتجات بس خليني أقولك على شوية نصايح هتحسن شعرك جدا أول حاجة أن أنت تختاري نوع شامبو كويس لشعرك لو شعرك جاف تختاري شامبول الشعرك جاف لو شعرك دهني اختاري شامبول الشعرك دهني علشان في ناس كتير تستخدم شعرها جاف وتستخدم شامبول الشعرك دهني تقول علشان ما يحصل ليش قشرة فيبتدي أنه هو ينشف شعره زيادة عن اللزوم نعم نعم يا رحمة عايزة حاجة تطول الشعر عايزة حاجة تطول الشعر تطول الشعر عشان الشعر يطول لازم يبطل يتقطع لو فضل يتقطع ما فيش حاجة ما فيش حاجة هتلحق تطوله بيقع 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 من جدوره قصدك يعني طيب شكرا يا رحمة طبعا هي رحمة عندها كذا شكرا يعني كذا شكوى وكلهم علاجاتهم بختلف طيب ناخد اتصال تاني والرد على اتنين مع بعض طيب معانا أسماء من الجيزة صباح الخير أسماء أستاذ أسماء طبعا هي نور يا فندي اتفضلي لو سمحت ممكن توطي التلفزيون اتفضلي يا فندي معك دكتور محمد اتفضلي انا بنتي عندها سنتين شعرها خفيف جدا بالإضافة اللي هو ما بيتوارش تمام حاضر يبقى هنجاوب على كل اتصال خلينا الاتصال أسماء لأن ده الأسهل تمام بانتهى اللي عندها سنتين تمام مفيش حاجة أسماء طفل عنده سنتين شعره خفيف ده مش شعره لسه شعرها يتغير مرة واثنين وثلاثة ولما يبقى عندها 13 و 14 سنة نبتدي نتكلم شعرها ما يقدرش نحكم من دلوقتي مش بس كده أنا لا أنصح أن أنا أتدخل ولا أن أي حد يتدخل بأي شكل لأن أي حاجة هعملها في الأغلب هتقبل موزية أكتر ما هي مفيدة الحاجة الوحيدة اللي نعملها لطفل عمره سنتين أن احنا نأكله كويس دي الحاجة الوحيدة اللي هتخلي شعره كويس في المستقبل إنما ولا كريمات ولا دهانات ولا زيوت ولا أي حاجة خالص تتحطى على الشعر لأي طفل عنده سنتين ولا حتى الطفل عنده 8 سنين ولا أي حاجة الحاجة الوحيدة اللي ممكن تحصل له والشعر خشم ممكن نستخدم حاجات عشان تخلي الشعر شكله ناعم إنما كنمو شعر الشعر خفيف فأنا عايزة أقيله الطفل عنده 8 سنتين لا خالص لسه بدري قوي على الموضوع نرجع بقى للسؤال بتاع تقصيف الشعر المشكلة إنه تقصيف الشعر بيبقى التعامل مع الشعر مش مظبوط زي ما قلنا أول حاجة بيبقى استخدام لنوع شامبو خط تاني حاجة إنه ساعات تنشيف الشعر نفسه نفسه بتنشف شعرها بعنف شديد بتبتدي تنشف شعرها بحيث إن هي تحرك ده ممكن جدا يكون بيكسر الشعر نفسه من التنشيف العنيف فالشعر يتنشف إنه تحط عليه الفوطة تسحب منه كل الرطوبة ونسيب الشعر الرطب مباشرة بعد ما الشعر ينشف وهو لسه رطب نحط عليه بقى الكريمات والزيوت والحاجات دي وهو لسه فيه الرطوبة المشكلة إنه الناس بتحط الزيوت على الشعر الجاف فده بيزود جفاف الشعر بيزود جفاف الشعر لإنه هو فكرة الزيت مش الزيت المادة بتاعته تتقين قوي هي مش هتقترق الشعر وتدخل هو الزيت أساسا مهمته إنه يحفظ لي الرطوبة حوالين الشعر الرطوبة دي هتيجي من إن أنا غسلت الشعر بالمية أو فيه مية حوالين الشعر وأحط الزيت يمسك الرطوبة حوالين الشعر عشان يرطب يعني أنا لو حطيته هو لما لو حطيت زيت لوحده على شعر جاف أنا مانعت الرطوبة عن الشعر إنه هو يدخل فده هيزود وده المشكلة إنه فيه ناس كتير قوي بتيجي بتقول لي أنا باستخدم الزيت بس لما أستخدم الزيت شعري بينشف ما هو طبيعي لازم أستخدم الزيت على شعر رطب مش شعر جاف لو عايز أرطب الشعر الجاف لازم أستخدم كريم لأنه الكريمات هي اللي فيها مزيج ما بين الزيت والمية هما الاتنين في بعض فالكريم هو اللي ممكن يرطب الشعر على طول إنه هو الزيت بيدخل المية اللي جوه الكريم جوه الشعر بحيث إنه هو يبتدي يرطبه موضوع سقوط الشعر بقى اللي كانت بتشتكي منه ده موضوع كبير طبعا أسباب سقوط الشعر كتير ومتعددة أهمها عند السيدات هو سوء التغذية أو الأنيميا أو إنه هو يكون الحديد ناقص أو الحاجة دي من أهم الأسباب عندنا في السيدات في مصر هو ناقص فيتامين دال لأن السيدات عندنا في مصر عادة تعرضهم للشمس ما بيبقاش كتير إحنا عادة المصريين ما بنحبش أول أن نقص في الشمس نتخاف على مشروطهم شوية دكتور نحن نقص في الضلة ما نحبش أن نصمر كل حاجات دي فتعرضنا للشمس بيبقى قليل فعشان كده فيتامين دال بيبقى قليل شوية عند المصريين من أسباب سقوط الشعر التانية بقى أسباب كتير منها الأسباب الورصية ممكن يكون جدا سقوط الشعر الوراصي من الجينات مع أنه بيبقى مش زي طبعا سقوط الشعر عند الرجالة إنه سقوط الشعر عند الرجالة الموضوع بيبقى الشعر بيروح خالف طبعا الموضوع بيبقى المنطقة صادية تماما السيدات الموضوع ما بيبقاش عندهم كده بس بيبتدي المنطقة اللي فوق قدامت رأس تبتدي تخف تدريجي لغاية لما تبقى خفيفة شوية طيب دكتور نرجع تاني لموضوع زراعة الشعر العملية عملية الاقتطاف بتكون مؤلمة أو بيكون فيه أي قلم للمريض أو بيسبب أي إزعاج؟ لا خالص العملية عمفاش أي قلم خالص العملية بتبقى عبارة عن أنا بدي مخدر موضوع للمكان اللي احنا بنشتغل فيه المكان اللي بعمل فيه اقتطاف وبرجع أدي مخدر موضوع تاني للمكان اللي أنا بزرع فيه الشعر فالعملية بتبقاش مؤلمة خالص المريض بيبقى يعني صاحي وبيتكلم وبيتفرج على فيلم يسمع مزيكا يعني الموضوع بالنسبة له بيبقى مجرد بس مجرد أنه هو بيبقى قاعد يعني فترة معينة لغاية لما نقططف الشعر ممكن أقصى حاجة أنه يزهق إنما مش هيبقى متألم يعني طيب بتاخد وقتها دي دكتور كم ساعة مصدر؟ العملية طويلة لأنها عملية دقيقة جدا ومكروسكوبية وبنعيد نفس الخطوة كتير أننا بنقل شعراية شعراية أخدها في مكانها وانقلها في مكانها التاني أننا أعمل الموضوع ده لألاف الشعر بياخد وقت طويل يعني عادة الموضوع بياخد من ستة إلى تمان ساعات طيب فيه سؤال سازك بس هو بيطرح نفسه أكيد بيجي في أزهان المشاهدين حالا أنا دلوقتي أنا الشعر عندي سقط أو الشعر وقع خلاص طيب أنا بنقل شعر من مكان خلفي من نفس الفروة بنقله المكان تاني قد داك طيب ما هو هيوع برضه أكيد هيجي في زهان المشاهدين؟ بس دا ما بيحصلش هي الفكرة أنه الشعر في الرأس شعر البني أدمين منقسم لجزء إيه؟ الجزء اللي هو في المنطقة اللي فوق دا شعر عنده استعداد أنه هو الهرمونات الطبعية بتاعت الجسم تبتدي تقلله وتوقع وتخليه يقع والشعر اللي هو في مؤخرة الرأس وفي الجناب دا ما بيقصرش خلاص بالهرمون حتى لو بوصيت على كل الرجال اللي هم عندهم صلع جامد هتلاقي كل الحتة دي فاضية بس لازم عنده الشعر في الحتة دي مرحش فأنا بأخذ الشعر اللي هو ما بيتقصرش بالهرمون دا وبنقله فحتى وأنا بنقله في الجلد الجديد اللي هو فيه الهرمون هو مش هيتقصر هو كأنه لسه في المنطقة الخلفية فهيفضل سليم وهيفضل يطول وهيفضل تقيل طيب مريد هذا المريد أو بعد إجراء هذه العملية المريد بيأخذ وقت قديع عشان يتعافى ويتعامل طبيعي تاني المريد زي ما اتفقنا الموضوع ما فيهوش ألم أو ما فيهوش تعب للمريد فهو من تاني يوم يقدر يمارس حياته الطبيعية ولكن لازم يبعارف إن شكله هيفضل مختلف شوية لمدة أسبوع لأنه برضو هو فيه شعر تنقل وجروح موجودة فالجروح دي عشان تلقم أو عشان تخف بتاخد تقريبا أسبوع بعد الأسبوع الأولاني بيرجع شكله طبيعي خالص بس رأسه بتبقى فيها شعر إنما في خلال الأسبوع الأولاني حتى ممكن يمارس حياته الطبيعية بس يلبس مثلا بورنيتة أو يلبس حاجة بحيث إنه هو مقباش الشكل ملفت إنما يقدر ينزل ويعمل مشاوير ويشتغل وكل حاجة طيب ممكن توضح لنا يا دكتور إيه السبب اللي ممكن العملية تفشل أو عملية زراعة الشعر ما تنجحش في مريض معين؟ في أسباب كتير أو يتخلي لعملية زراعة الشعر ما تنجحش بس ما لهاش علاقة بالمريض ليها علاقة دايما بالدكتور آه يعني نيجي هنا لاختيار الطبيعي طبعا إنه في الأساس مثلا أغلب المرضى بتوع زراعة الشعر بيبقوا عايزين يخلوا مقدمة الشعر وطية جدا إنه هو متخيل شكل معين في دماغه ومش متخيل الشكل الطبيعي هي بعمل إزاي في النهاية مع إنه ما فيش بني قدمين شعره وموصل لغاية هنا يعني بقوله دايما فده دور الدكتور إنه هو يفهمه إنه ده مش طبيعي ويبتدي يرسم له ويبتدي يوري له مظبوط إيه شكل الطبيعي لو زراعة الشعر في مكان مش مظبوط طب إحنا معنا الصور دلوقتي يا دكتور بدون مقاطع الكلام حضرتك معنا صور دي تكنية الاكتطاف دي صور حالتنا زي ما احنا شايفين الصور كلها لازم الشكل في الآخر يبقى طبيعي مقباش الشكل مصطنع ومقباش الشكل شكله وحش الشعر مقباش زي ما اتفانى مقباش متقدم أوي أو الشعر مقباش تحت خالص لدرجة إنه هو يبقى شكله مش طبيعي أو شكله عامل زي العروسة طريقة وضع الشعر نفسها لازم دي تكون شكلها طبيعي ما ينفعش إن أنا أرسم الشعر كأنه خط مرسوم بألم لأن ده بيبين إنه هو شكله مش طبيعي على طول طريقة اللي بحط فيها الشعر والزاوية اللي الشعر بيتحط بيها عشان ينمو لازم تكون الزاوية الطبيعية بتاعة نمو الشعر ما ينفعش إنها تكون أي حاجة فكل دي من مهام الطبيب إنما ما أقدرش ألوم على المريض أي شيء إنه زراعة الشعر في الحقيقة طبيب التجميل أفضل وصف أو أفضل تشبيه سمعته أو شفته أو قرأته ليه إنه هو فوتوشوب الإنسان وده تشبيه عجبني جداً لأنه هو فعلاً هو فوتوشوب الإنسان طبعاً طبيب التجميل طبعاً يعني إلى جانب هذا هو لازم فنان بالضبط لازم يكون فيه رؤية فنية ولازم نشوف أنا كل مريض لازم أفصله على مقاسه اللي يناسبه مفيش حاجة تنفع لكل الناس زي بعض لازم كل واحد نشوف هو محتاج إيه بالضبط ناخد اتصال هاتفي معنا أسو زنادر صباح الخير أسو زنادر صباح النور تفضل يا سنادر أنا شعري وأنا صغير كان ناعم عباك بيرت كشن وفي إش ممكن تعلي صوتك شوية استاذينك تعلي صوتك أنا شعري وأنا صغير كان ناعم عباك بيرت كشن وفي إش تمام زي ما قلنا قبل كده إنه الشعر ممكن يتغير إنما موضوع الإشة ده هو اللازم يتعالك الإشة ليها كذا سبب السبب الأولي يعني الخشونة ناتشراليتي حاجات أبعاية طبيعي إنه فيه ناس شعراء كشن وفيه ناس شعراء ناعم وزي ما اتفقنا ممكن نعمل حاجات موضعية بحيث إنه نغير شكل الشعر الخارجي إنما الإشرة هو اللازم يتعالك الإشرة ممكن يكون لها كذا سبب السبب الأولاني إنه ممكن يكون فيه دهون زيادة في فروة الراس وده ممكن يكون ناتج إن أنا باستخدم شامبو مش مناسب لشعر شعري دهني وأنا باستخدم شامبو للشعر الجاف فالدهون ما بتتشلش من الشعر فالدهون بتكون إشرة وأحيانا فيه ناس بيكون عندها إشرة طبعية في فروة الراس الإشرة دي محتاجة برضو إن هي أنا كد لها كريمات أو حاجات على حسب سبب الإشرة إشرة جافة أو إشرة دهنية كل واحدة منها بتبقى ليها علاج مختلف طيب دكتور لو حبينا ننتقل من موضوع زراعة الشعر لموضوع تاني طبعا إحنا عارفين إن جلد الإنسان أو الجلد بتاع البني آدم هو عبارة عن ورقة يعني زي الورقة لما بيتني أو بيتني كذا مرة اللي هي الفيش إكسبريشن بتاع الفيس بتاع الويش لما العضلات بتفضل تقوم بوظيفتها كذا مرة بيظهر تجعيد وبيظهر خطوط وبيظهر علامات معينة صح طبعا ظهر في الفترة الأخيرة بعض الحلول زي البوتوكس بوتوكس والفيلر البوتوكس والفيلر طبعا دول مظاهرين بقالهم فترة يعني من تسعينات القرن الماضي موجودين زي ما أنت بتقول بالظبط كده إنه التغيرات اللي بتحصل في الويش الويش إحنا لازم نعرف إنه هو في كذا حاجة بتغيره أهمها هو تعبيرات الويش إن أنا لما بدحك بيبتدي يبان خطوط جنب عيني لما بكشر بيبتدي يبان خطوط هنا لما أرفع حواجبي أو أندهش يبان خطوط بالعرض كل دول بيبتدوا يعملوا علامات في الجلد والعلامات دي مع الوقت بتبتدي تحفر في الجلد إلى جانب حاجة تانية إنه إحنا عايشين طول عمرنا تحت ضغط الجاذبية الأرضية دايما الجلد كله أو الويش كله مسحوب لتحت طول النهار طول ما إحنا ماشيين فمع الوقت الجلد بيبتدي أو الويش بيبتدي يطرخل ويبتدي أجزاء من الويش تنزل بحيث إنها تبقى شكلها مش طبيعي كل دي حاجات بتؤدي إلى إنه شكل الويش بيتغير فأشهر حاجتين طبعا لعلاج هذا الموضوع هم البوتوكس والفيلر وبيشتغلوا بطريقتين مختلفتين طيب نقول الطريقتين بس إستاذي حركنا خود اتصال أستامر صباح الخير صباح الخير بص يا تامر الشعر الأبيض ده صفة ورصية ما فيش أي حاجة هنعملها هتغير هذا الموضوع وفيه إعلانات كتير على منتجات كتير إنها بتعالج الشعر الأبيض وبتمنع الشعر الأبيض والفيتامين فلاني والفيتامين الفلاني كل دول بيعملوا كل دي ملهاش أي قيمة الشعر الأبيض ملوش حل خالص ده صفة ورصية بعض الناس شعرهم بيبيض بدري وفيه بعض الناس شعرهم بيبيض متأخر فيه الناس بيوصلوا سن 50 سنة وبيبضل شعرهم اسود وفيه ناس تانيين من أوائل العشينات ويبتدي شعره يبيض ويبتدي شعره كله يقلب أبيض ما فيش أي حاجة هنقدر نعملها إن إحنا ولا نمنع الشعر الأبيض ولا نرجع الشعر غامق تاني لو الشعر يعني الحاجة الوحيدة لنقدر نعملها إن إحنا ممكن نغير لونه شوي يعني في بعض الحاجات ممكن نغير لون الشعر شوي بحيث إن هو ما يبانش أبيض قوي أو ما يبانش إن هو شكله مدين إنما هو ما فيش أي حاجة هقدر أعملها وزي ما اتفقنا إن فيه إعلانات كتير عن منتجات كتير هتحل هذا الموضوع ما فيش حاجة منها بتنفع خالف تمام طيب يا دكتور نرجع تاني للموضوع البوتوكس والفيلور البوتوكس هو مادة كيموية بحقنها تحت الجلد علشان بتدخل تمسك في العضلة وتخلي العضلة أضعف شوي يعني الفكرة في التجعيد اللي موجودة في الوش كلها إنه جزء منها زي ما اتفقنا نتيجة التعبيرات الوش والتعبيرات إنه العضلة أنا عمالة مرن العضلة دي عمالة دخائق عمالة مرن العضلة بتركتب بالقوة يعني أنا عمالة مرنها بقالي سنين من أول ما ابتدينا من أول ما ابتديت عبر بوشي والعضلات دي عمالة تشتغل فأنا عمالة مرن العضلات دي بقت قوية جدا فبتشد جامد على الوش وتبتدي تعمل الحفر اللي احنا بنتكلم عليها فبيدخل البوتوكس في العضلة يخلي العضلة تبقى أضعف شوية بحيث أن هي تقلل الشد على الجلد فكل التجعيد اللي نتيجة عن الحركة العنيفة قوي اللي في الوش دي تبتدي تختفي ده بالنسبة للبوتوكس الفيلر مختلف شوية الفيلر مفوش مادة أكتب مفوش حاجة بتشتغل الفيلر عبارة عن أن بعض الناس بيفقدوا التخانة بتاعت الجلد تبتدي تقل عندهم يعني مثلا واحدة عملت رجيم جامد فبتدت خدودها تخس شوية أو ابتدى العمر يتقدم فالكسرة ما بين الأنف والفم ابتدت تبقى ظهرة شوية الفيلر عبارة عن أن أنا بملأ المكان اللي فضي بمادة ما بتتفعلش مع الجلد خالص هي مادة من المادة تبقى شبيهة بالجلد أو حاجة أنها تملى المكان الفراغ ده من غير ما تتفاعل مع الجلد طيب معنا اتصال علو صباح الخير صباح النور مع حضرتك مامي تيونس من اسكندرية أهلا سهلا صباح الخير صباح الخير معيش كنت عايزة أتسألهم الدكتور مفضلة اتفضلي اتفضلي كنت عايزة أتسأل حضرتك يا دكتور في الهير موهر بالليزر أيوة في جهاز ينفع نستخدمه في الهير موهر وكمان تفتيح البقع بتاعت الحبوب ولا لازم جلسات تبقى وراء بعض يعني ينفع أعمل تفتيح وأزيل الشعر في نفس الوقت ولا لا تفتيح تفتيح لإيه تفتيح لأثار الشبوب في الوش أثار الحبوب في الوش أوكي طيب ينفع أعمل هيري موبر وأزيل الشعر في نفس الوقت وأفتح الحبوب ولا لازم تبقى الجلسات بتتابعة ده سؤال ومعليش فيه سؤال تاني أوكي فضل أنا جوزي عنده صلع وراثي يا ترى زرع الشعر بينفع معهم ولا لأ حاضر أجاوبك حال أشكرا شكرا خلينا نتساول التاني عشان ده الأسفل هو زراعة الشعر معمولة للصلع الوراثي هي خصيصا للصلع الوراثي وفيه أسباب كتير قوي لسقوط الشعر ليها علاجات مختلفة كتير إنما زراعة الشعر هي لعلاج الصلع الوراثي بالنسبة بقى للسؤال بتاعة الهيري موبر هعمله بتتابع ولا بتزامن مع تفتيح أثار الحبوب ده سؤال صعب قوي ما أقدرش إن أنا أجاوبه من غير ما أشوف الحالة إنه كل حالة مختلفة عن التانية إنما هما الاتنين ما نهمش على قبعة يعني ممكن جدا إن أنا أعمل جلسات ليزر وممكن أاخد علاج في تفتيح البشرة أو تفتيح أنا متخيل إنه هو فيه أثار حبوب وأثار الحبوب سايبة أماكن أو علامات أو لون غامئ في الوش فهم الاتنين ما نهمش علاقة ببعض ممكن أعمل ده وأعمل ده ولكن في بعض الناس الليزر عندهم عنده استعداد إنه هو يخلي البشرة تبتدي تغمأة أو تبتي تلون ففي الحالة دي أنا مش عايز أعمل ليزر وأنا بفتح البشرة عايز أفتح البشرة الأول وبعد كده أعمل الليزر ففيه السؤال مش سهل قوي إن أنا أقدر أجاوبه لأنه كل حالة مختلفة كل حالة لها كل كيس لها فالحالة بتاعت حضرتك احتمال تكون الحالة محتاجة أن إحنا ننتظر أو ما نعملش الاتنين مع بعض إنما الطبيعي لو بتسأليني سؤال عام ينفع ينفع أعمل الاتنين مع بعض ما فيش مشكلة طيب يا دكتور نرجع لموضوع البوتوكس والفيلر البوتوكس إزاي أقدر أحدد المريض ده ينفع له بوتوكس وهل في مرضى ما ينفعش إن أنا حقل لهم بوتوكس بص لو بنتكلم على المرضى اللي ممنوعة خالص إن إحنا نحقل لهم بوتوكس فيه ده دول قليلين جيد بعض الحالات اللي عندهم أمراض مناعية في العضلات بحيث إن البوتوكس ممكن يأثر عليهم تأثير شديد فدول سيبنا منهم إحنا بنتكلم على مريض التجميل اللي جاي دي الطبيعي خالص البوتوكس بيعالج التجعيد النتيجة عن الحركة يعني أنا لو بحرك أو بعمل تعبيرات بالوش التعبيرات دي بتخلي فيه تجعيد جمدة ساعتها البوتوكس هيشتغل كويس جدا ولكن لو أنا الخطوط دي تحفرت خلاص بقت محفورة هل البوتوكس هيضيعها؟ لأ هيحسنها بس إنما مش هضيع لأنها البوتوكس ما بيدخلش أو ما بيملاش الفراغات بتاعة الجلد ده اللي هيعمله الفيلر بقى طيب يعني ممكن أحقن بوتوكس وبعدين أحقن فيلر طبعا طبعا ممكن أحقن بوتوكس لوحده ممكن أحقن فيلر لوحده وممكن أحقن الاتنين مع بعض طيب نتاج زهور البوتوكس أو النتاج بتظهر بعد فترة قد إيه؟ البوتوكس بيبتدي يشتغل أو بيبتدي المال تتمسك في العضلات ويبتدي تاخد تأثيره بعد ثلاث تيام إلا ما تأثيره ما بيبقاش كامل إلا مثلا تقريبا بعد مرور أسبوع وعند بعض المرضى التأثير بيبقى كامل بعد عشر تيام كمان فعادة إحنا بنحقن البوتوكس وبقول للمريض يرجع لي تاني بعدها بأسبوع أو عشر تيام علشان نبص بصة تانية ونشوف النتيجة أخبارها إيه ونبتدي نتابع بعد النتيجة بأسبوع أو عشر تيام طيب يا دكتور إيه المخاطر أو إيه المضاعفات أو الأثار اللي ممكن تحصل للمريض اللي بيقى حين بوتوكس أول مشكلة للمريض اللي بيقى حين بوتوكس إنه النتيجة ما تعجبوش طيب ممكن نعرف بس بعد المكالمة هو بس فيه ضغط فريق العدب بيبلغني إن فيه ضغط على المكالمات فبنسازل لحضراتك اتفضلي يا أزقاي السلام عليكم عليكم السلام عليكم السلام عليكم لو سمحت كنت تنتاجه فألو السكتورة على السؤال اتفضلي يا فاند سمع عليكم الدكتور عليكم السلام لا سمحت دكتور ما كنت أدفت حضرتك أنا كان شعري ما شاء الله طيب قوي فترة يعني ما قبل السكورة يعني في أثناء سكورة كده ما قبل إيه؟ أثناء سكورة يعني كان شعري طيب بس لما كبرت شوية شعري نزل وبيق السير قوي تمام فأنا عملت قبل كده في حالي الأميمي نفسي في الأميمي عندي فتعة أوكي 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 فأنا دلوقت سمحت لشعري أنا قبل كده سأسل الصورة يعني كنت عادة حدا أختصر بيها العلاج وكده يعني بدا ما عمل هاخد علاج المنزل ثلاثة شورة في كلام ده هل عدد الإسئال بتاعي هل دي جلسات نفسي للشعر الثلاثة على المنزل؟ حاضر هجودك على موضوع الجلسات فيه جلسات كتير بتتعمل لأن أنا أنشط شعر أن هو ينمو جلسات ليزر وجلسات حقن وجلسات بلازمة ويعني حتى فيه حاجات ممكن أستخدم فيها اللي الناس بتطلق عليه الخلاج الجزعية أو الحاجات دي ممكن حتى نبقى نتكلم فيها كمان يعني في الموضوع ده إنما أنا ليه نصيحة للحالة دي تحديدا لو فيه أنيميا تسعة إحنا محتاجين ناخد علاج مش عشان الشعر بس عشان الشعر وعشان الصحة العامة الأنيميا التسعة دي هتخليكي بتمشي شوية تنهجي وما فيش أي نشاط وما فيش أي قوة أنت تعملي أي شغل تعبان على طول عايزة نامي كتير ده الأنيميا هيعمله فإحنا لازم نعالج الأنيميا في كل الحالات إنما بالنسبة للجلسات فأنيميا تسعة أنا لا أنصح الفكرة إنه اعتبر الشعر ده كأنه احنا بنعمل كأنه بنبني حاجة البنى ده عبارة عن جزئين مواد خام بستخدمها وشغل اللي ببني به فأنت المواد الخام عندك نقصة الحديد اللي هو مهم لنموه الشعر نقص ومحتاجين نعمل بقية التحليل كمان نشوف إيه اللي نقص تاني فلو بتقولي إن شعرك فعلا ابتدى يقصر وما يطولش وما بينموش إحنا لازم نعالج الحاجات الداخلية الأول قبل ما نعالج أي حاجة خارجية ممكن ناخد جلسات وممكن نعمل كل حاجات دي ولكن في فترة لاحقة بعد ما نعالج كل المشاكل الداخلية الأول نبتدي بقى نلتفت للجلسات لأننا لو اعتمدت على الجلسات لوحدها وقلت هي اللي هتنمي لي الشعر وما صلحتش الحاجات التانية واختصرت الطريق زي ما أنت بتقولي بدل ما أاخد ثلاث شهور خدت ثلاث أسابيع هلاقي الموضوع مش هتصلح ولو تصلح حيبت تصليح بتاعه مؤقت جدا وهلاقي الشعر رجع يوع تاني لازم أصلح الموضوع من أساسه تمام طب يا دكتور كنا بنتكلم في موضوع المخاطر والمضاعفات اللي ممكن تحصل للمريد أو للشخص اللي حقق بوتوكس لأنه مش مريد دي حاجة تجميلية فللشخص اللي حقق بوتوكس أول حاجة أنه النتيجة ما تيجبوش بمعنى أنه يبقى الحقن أقل من اللازم يبقى الحقن أكتر من اللازم وهكذا كل دي حاجات وردة أنها تحصل ودي برضو مش المريد المسؤول عنها المسؤول عنها الطبيب إنما في ناس كتير قوي بنشوفهم وبالذات أن دكتور التجميل لازم يكون زي ما قلنا أنه هو كل مريد مختلف أنا بنظم كل حاجة يعني مثلا لو جالي شخص تعبيرات وشه مهمة مهمة لعمله زي مثلا فنان زي محامي كل دول مهن بالنسبة له تعبيرات الوش جزء من شغله فما أقدرش أن أنا أبتدي أحقن كمية كبيرة خالص لغاية اللي بنسميه الفروزن لوك أو أو الشكل المجمد يكون الوش كأنه مفوش أي تعبيرات خالص يفضل ثابت من غير أي تعبيرات بيتحك متدايز خطة علاجية على قد وزر طيب بيحتاج يحقن كل فترة قد إيه أو بياخد مدة قد إيه حقن البوتوكس الحقن نفسه بياخدش وقت الحقن نفسه ممكن ياخد عشر دقايق بس هو بيستمر بقى فترة طويلة الفترة دي بتطول من شخص مختلفة من شخص للتاني في الأول كنا بنقول أو يعني الكلام ده أول ما بتدينا نحن خالص في التسعينات بتدينا نقول إنه المدة بتاعة الحقن تسع شهور وبعدين لقينا إنه في نهاية التسع شهور بيتبتدي يكون التجعيد كلها رجع تاني وبعدين أحقن من أول وجود فبتدينا نقلل للمدة شوية خليناها ست شهور وبعدين خليناها بعد كده تاني خمس شهور علشان ما سيبش التجعيد تظهر دايما أفضل أحقن بحيث أنه نخلي العضلة تبقى ضعيفة فتبتدي مع الوقت التجعيد تختفي كمان مش بس إنها تروح أثناء الحركة طيب ممكن نوضح للسادة المشاهدين إيه مادة إيه الماتيريا اللي دخلها في مادة البوتوكس المادة البوتوكس دي عبارة عن إيه المريض من الحقه يعرف إنه هو مادة البوتوكس هو عبارة عن عن بروتين كبير جدا البروتين ده بيمسك في العضلة أو بيمسك في حاجة في منطقة معينة من العضلة ويمنع النبض العصبي إنه هو يوصل للعضلة دي البوتوكس هو أساسا مادة بتستقرب من بكتيريا والبكتيريا دي البكتيريا هي البكتيريا اسمها بوتولاينم ويعني الجزء الاسم بتاع بوتوكس هو اختصار لبوتولاينم توكسن أو السم الناتج عن البكتيريا دي هو المادة دي بتشل العضلة فلما بتتاخد في طبعا يعني في بعض الأحيان ممكن يحصل منها تسمم بس بقى يعني إحنا عايزين نطامن برضو الناس إنه لغاية دلوها دي ما حصلش أبدا من حقن البوتوكس العادي أي تسمم تسمم بيحصل بطرق تانية خالص ليها علاقة بأنه البريادة يأكل السم ده ويدخله بكميات كبيرة جدا إنما مش ممكن أي حقن هيعمل أي مشاكل خالص طيب نستقبل اتصال سلام عليكم عليكم السمامة وطلاب بركاته صباح الخير يا فندي متفضله صباح الخير صباح النور كنت صمحت كنت عايزة أكلم الدكتور أتفضى يا فندي أما معلش يعني أنا كنت بتعالد يعني بالمعدة وكده ألف سلامة فنساة ما كنت أتعالد وكده شعري بيضع يعني أكتر حدا من جدام ألف سلامة مش عارف أعمل لي يعني بيضع خالص على طول من قدام من المنطقة الأمامية صح؟ آه آه حاضر حاضر حضرتك لسه بتاخدي علاج المعدة ولا خلاص؟ لا بقى تخوضي يعني على طول باستمرار بتاخديه باستمرار طيب حاضر طبعا من أحد أسباب صوت الشعر الأدوية في بعض الأدوية ومنها أدوية المعدة الحقيقة ممكن هي الدواء نفسه يسبب شوط الشعر بس في بعض الحالات ما بقدرش أستغن عن الدواء بيبقى الدواء مهمة بالنسبة لي أن أنا ما قدرش أوقفه أو ما قدرش أبدله ومحتاج أن أنا أكمل على الدواء حتى وأنا عارف أنه بيوقع على الشعر في الحالة دي بأضطر أن أنا أعالج الشعر وأنا بأخذ الدواء علاج الشعر من المنطقة الأمامية ده في الأغلب بيبقى لي علاقة بالصفة الورصية زي ما اتفقنا وممكن جدا الحالة بتاعة المعدة أو الأدوية اللي بتتاخد مع المعدة تصرع سقوط الشعر بحيث أنه يبتدي يبان مباشرة أو يبان أن أنا أول ما بتيت أخذ الدواء ابتدى شعر يخف إنما هو في الأغلب بيبقى صفة ورصية عند السيدات اللي عندهم المشكلة دي زي ما اتفقنا نتطمم بس أنه هو ما فيش نقص في أي بيتامينات أو نقص في أي حديد والمنطقة الأمامية بتستجيب كويس قوي لعلاج أو لدواء اسمه مينوكسيديل المادة اللي اسمها مينوكسيديل دي موجودة في حاجات كتير قوي وموجودة في منتجات كتير قوي في السوق دلوقتي المادة الفعال اسمها مينوكسيديل بالنسبة للسيدات بناخد تركيز 2% عشان فيه تركيز تاني لو 5% ده للرجال إنما بالنسبة للسيدات بنستخدم تركيز 2% فممكن تجربي المينوكسيديل لـ 2% له جاب نتيجة كويسة بخير وبركرة وما كانش يبقى ندور على سبب بقى تاني لسقوط الشعر طيب يا دكتور نرجع تاني لموضوع الفيلر موضوع الفيلر فيه حاجة اسمها الفيلر الدائم؟ طبعا الفيلر في الأساس أو المبتدى خالص قبل المواد اللي احنا كنا بنحقنها كانوا بيعملوا حاجة شبه الفيلر بس لسه بتتعامل لغاية دلوقتي ونتيجها طبعا يعني مع الناس المتمرسين فيها بتبقى نتجتها هائلة انه بيحقن دهون من الشخص نفسه يشفط الدهون من مناطق غير مرغوب فيها ويعمل الدهون دي ويبتدي يملأ بيها كل الأماكن اللي هو عايز يملأها دي دهون دايما ما بتروحش في حتة لان الخلايا عايشة ومن هنا بتدى يبقى فيه الفيلر الدائم او بتدوا يتخيلوا احنا ممكن نعمل ايه الفيلر الدائم فأول حاجة خالص بتدوا يحقنوها كانوا بيحقنوا سيليكون لان السيليكون مادة مادة انرت او ما بتتفعلش فعشان كده ابتدوا يحقنو بس طبعا ظهر منه مشاكل كتير قوي 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 لانه الجلد ما تفرقش معاه المادة الخاملة ولا مش خاملة اي حاجة غريبة عنه بيبتدي يتفاعل معها فابتدى بقى التطور للموضوع لغاية لما وصلنا ان احنا بقينا فيه حاجات دائمة وفيه حاجات بتتسحب من الجلد او الجلد بيسحبها احنا عادة ما بنفضلش نحقن الفيلر الدائم لانه مشاكله كتير لو اتحقن والحقن ما عجبش المريض ما نقدرش نعمل فيه حاجة هو خلاص بقى دائم او لو اتحقن والشكل اتغير مع تقدم العمر ومع تقدم السنين ممكن جدا اكون انا محتاج الفيلر في المنطقة دي انما بعد شوية خلاص كل اللي حواليه هخف فبقى عندي كورة في حتة او حاجة مكالكعة والباقي كله حواليه فاضي فبقى الشكل مش حلو ولهذا السبب دايما احنا بنبتدي نتاجه الى الفيلر اللي هو المش بيرمنت او الحاجة اللي هي مش دائمة الحاجة الفيلر الجلد بيبتدي يكسرها ويتخلص منها ونحقن تاني مفيش مشكلة بحيث ان حتى دوما كانش عاجبني ما يفضلش دائم ما يفضلش ثابت على حاله طيب بصراحة اول وقت خدنا جدا يا دكتور بس ما يفعش يكون دكتور محمد معايا ومسألوش عن الليزر شد الواجه بالليزر في عجلة سريعة يا دكتور شد الواجه بالليزر طبعا الليزر علم كبير جدا وبنعمل بيه حاجات كتير اوي اوي يا دكتور اول لما المريض يسمع او اي حد يسمع كلمة ليزر بيتطمن نفسيا يسمع كلمة جراحة او حقنة او اي حاجة بيحس ان جاله ارتكارية صح هو الليزر الميزة فيه ان هو حاجة بنسميها non invasive او غير تداخل فيها قليل ما بتعملش جرح كبير ما بتعملش فترة تنقاها طويلة ما بتعملش قلم كبير فعشان كده الليزر من الحاجات الامنة جدا والناس كتير اوي بتقدم عليه علشان تعمله شد الوجه بالليزر او ان انا اتخلص من التجعيد بالليزر دي طبعا برضو مر بتاريخ طويل جدا في الاول كان الليزر اللي هو التقليدي اللي هو كان بيشيل كل الطبقات السطحية بتاعت الجلد كنت زي ما اكون بشيل الجلد خالص بالليزر بحس ان انا اسيب الجلد ينمو بصورة طبيعية من اول وجد من جر تجعيد المشكلة اللي كان فيه انه كان المريض بيقعد في البيت فترة طويلة اوي ممكن يقعد في البيت 3 او 4 اسابيع ويرجع بعد كده للشغل ووشه احمر ياخد منه مثلا حمار الوش ده اسبوعين كمان 3 فكان مفيش حد يقدر يسيب 5 اسابيع من حياته لغاية لما يرجع لحياته تاني فطلع بقى اللي هو الفراكشن الليزر او الليزر اللي هو الليزر المجزأ وده ممكن يقلل جدا فترة النقاها بدل مثلا ما تبقى 5 اسابيع ممكن تبقى يومين او 3 طيب تمام يا دكتور في نهاية الحلقة ما خدناش كل اللي احنا حضرتك شكرا جزيلا وتعودنا ان احنا يكون لنا القاء اخر ضروري ان شاء الله ان شاء الله في نهاية الحلقة لا يسعني الا ان اشكر كل السادة المشاهدين وبعتذر جدا عن اي اتصالات لان كان فيه اتصالات عندنا كتير النهاردة ممكن تقدروا تكلمونا على الرقم اللي هيظهر قدامكم استنونا الاربعاء القادم تاسعة صباحا اطباء مصر اشكركم شكرا جزيلا محمد طلق محمد طلق